تخيل نفسك داخل غرفة صيفية شديدة الحرارة وبمجرد أن تضغط على زر المكيف يتحول الجو إلى نسيم عليل وانتعاش مبهج لكن هل خطر ببالك يوما؟ كيف يستطيع جهاز صغير أن يغير عالمك بهذه السرعة؟ في هذه الحلقة سنخوض مع رحلة شيقة داخل مكيف الهواء لنكشف السر الكامل وراء نسمة البرود المنعشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم نعيش في عالم أصبحت فيه الأجهزة المحيطة بنا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فنستخدمها ونستمتع بخدماتها من غير أن نتوقف لنسأل كيف تعمل ومن بين هذه الأجهزة يبرز المكيف كمنقذ لنا في أشد أيام الصيف حرارة لكن خلف هذا الجهاز البسيط في مظهره تكمن رحلة علمية مذهلة تجمع بين الفيزياء والهندسة واليوم سنخوض معا في هذه الرحلة لنكشف أسرار التبريد ونفهم كيف ينجح المكيف في تحويل الحر الخانق إلى برودة المنعشة إن الأساس الذي يقوم عليه عمل أي نظام تبريد هو مبدأ فيزياء بسيط لكنه محوري وهذا المبدأ هو أن الحرارة تنتقل دائما من منطقة ذات درجة حرارة أعلى إلى منطقة ذات درجة حرارة أقل هذا هو السبب في أن كوب القهوة الساخن يبرد بمرور الوقت في غرفة باردة أو أن قالب الثلج يذوب في يدك ومكيف الهواء لا يصنع البرودة بل ينقل الحرارة إنه يعمل كبوابة تسحب الحرارة من داخل منزلك وتلقي بها إلى العالم الخارجي هذا المبدأ هو جوهر ما يعرف بالتبريد التبخيري وهو مفهوم قديم قدم الحضارات السابقة فالمصريون القدماء على سبيل المثال استخدموا هذه الظاهرة بتعليق القصب المبلل على النوافذ وعندما كانت تهب الرياح عبرها كان تبخر الماء يمتص الحرارة من الهواء مما يؤدي إلى تبريد منازلهم المبدأ الثاني الذي لا يقل أهمية هو ظاهرة الحرارة الكاملة للتبخر وهي الطاقة التي يحتاجها السائل حتى يتحول إلى غز ومكيف الهواء يستغلها بزكاء تخيل أنك تعرق في يوم حار عندما يتبخر العرق عن بشرتك فإنه يمتص الحرارة من جسدك مما يجعلك تشعر بالبرودة ومكيف الهواء يستغل هذه الظاهرة ببرعة فالمادة المبردة المستخدمة في جهاز التكييف وهي الفريون على سبيل المثال تتمتع بحرارة كاملة تبخيرية كبيرة جدا هذا يعني أنها عندما تتحول من سائل إلى الغاز فإنها تمتص كمية هائلة من الحرارة من محيطها وكلما زادت الحرارة الكاملة للتبخر زادت كفاءة الوسط المبرد في سحب الحرارة الأمر ببساطة هو أن الطاقة اللازمة لتغيير حالة المادة من سائل إلى غاز تمتص من البيئة المحيطة وهو ما يسبب التبريد لكي يحقق مكيف الهواء مهمة نقل الحرارة هذه يعتمد على دور التبريد هذه الدورة هي حجر الزاوية في أنظمة التبريد وتكييف الهواء الحديثة وسأخبركم عن هذه الدورة بعد أن نوضح المكونات الأساسية لأي جهاز تكييف المكون الأول وهو الضغط وبالإنجليزية كومبريسو والمكون الثاني هو المكثف وبالإنجليزية كندنسر أما المكون الثالث فهو صمام التمدد وبالإنجليزية إكسبانشين ضالف والمكون الرابع المبخر وبالإنجليزية إيفابوريتور والآن سنقوم بتوضيح كيف تعمل هذه المكونات الأربعة بتناغم رائع تبدأ دورة التبريد بمرحلة الإنضغاط بواسطة المكون الأول وهو الضغط أو الكمبريسور والذي يتواجد في الوحدة الخارجية لمكيف الهواء وفي هذه المرحلة يقوم الضغط بالسحب غاز المبرد وهو الفريون ذي الضغط المنخفض ودرجة الحرارة المنخفضة والمتجمع في المبخر ويقوم بضغطه مما يرفع درجة حرارته بشكل كبير يصبح الفريون الآن غازا ساخنا جدا وعال الضغط هذا الارتفاع في الضغط ودرجة الحرارة يسمح له بطرد الحرارة بسهولة إلى البيئة الخارجية وفي المرحلة الثانية ينتقل الفريون الساخن عال الضغط من الضغط أو الكمبريسور إلى المكثف الكندنسر المتواجد في الوحدة الخارجية أيضا والمكثف يتكون من مجموعة من الأنابيب ذات الزعان في الشبيهة بالمشاعات في رديتر السيارة وتساعد مروحة خلف أنبيب المكثف الفريون الذي جاء من الضغط ودرجة حرارته مرتفعة جدا على أن يتخلص من هذه الحرارة إلى الهواء الخارجي الأقل حرارة مما يتسبب في تبريده وتكثيفه ليتحول إلى سائل عال الضغط إذن في المرحلة الثانية يتخلص الفريون من حرارته إلى الهواء الخارجي وهذا يفسر سبب سكونة الهواء المنبعث من الوحدة الخارجية نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة التي يتدفق فيها الفريون الذي تحول إلى سائل في أنبيب المكثف وتخلص من حرارته ولكن بقي عند ضغط عالي ليدخل إلى صمام التمدد Expansion Valve وصمام التمدد هو قطعة صغيرة لكن دورها محوري جدا في دورة التبريد لأن صمام التمدد يقوم بعملية أشبه بالخامل أو تقييد تدفق الفريون فهو يقلل الضغط فجأة مما يؤدي إلى انكفاض الحاد في درجة حرارة الفريون وضغطه نتيجة لذلك يتحول جزء منه إلى بخار ويصبح خليطا من سائل بارد جدا وبخار جاهزا لامتصاص الحرارة من هواء الغرفة في المبخر ولتوضيح دورة صمام التمدد تخيل بلونا ممتلئا بالهواء ثم فجأة تحت فتحة صغيرة فيه يندفع الهواء بسرعة ويبرد البالون وهذا هو نفس المبدأ الفتحة الضيقة للصمام تعمل على خفض درجة حرارة الفريون أكثر وتجعله مستعدا لامتصاص حرارة الغرفة وبإمكانك أن تخمن أين يتواجد صمام التمدد نعم إنه متواجد في الوحدة الداخلية للمكيف وبالتحديد عند مدخلها مباشرة كما هو موضح أماما على الشاشة ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة التبخير والمسؤول عنها هو المبخر إفابوريتور وهو بمثابة البطل المجهول داخل منزلك والمبخر يتكون من مجموعة من الأنابيب ذات الزعانف تشبه المكثف ولكنها تقع في الوحدة الداخلية لمكيف الهواء عند وصول الفريون في حالته السائلة والذي يكون باردا جدا وعند ضغط مرخفض إلى وحدة التبخير الداخلية تقوم مروحة المبخر بسحب الهواء الدافئ والرطب من الغرفة وتمريره فوق الملفات الباردة للمبخر يمتص الفريون الحرارة من هذا الهواء مستغلا حرارته الكاملة التبخر الكبيرة والتي اختيرت بعناية لتكون كبيرة حتى يسحب أكبر قدر من حرارة الغرفة ليتحول من سائل إلى غاز منخفض الضغط وساخن بسبب انتصاص الحرارة من الغرفة وربما تتساءل عزيز المشاهد كيف يتبخر الفريون عند درجة حرارة الغرفة وهذا لأن درجة تبخر الفريون هي في حدود 2 إلى 7 درجات مئوية حسب الضغط نتواجد عنده وهذا أمر ضروري في اختيار مادة التبريد العاملة في المكيف والتي توفرت في الفريون في هذه العملية يصبح الهواء بارداً وجافاً ويتم دفعه مرة أخرى إلى الغرفة بواسطة المروحة نفسها بينما يعود الفريون إلى الحالة الغازية الساخنة إلى الضغط ليبدأ الدورة من جديد هذه الدورة المستمرة هي التي تسمح لمكيف الهواء بسحب الحرارة من الداخل وترضها إلى الخارج مما يحافظ على برودة منزلك إلى جانب المكونات الأساسية ودورة جهاز التكييف هناك عناصر أخرى تساهم في كفاءة وفعالية مكيف الهواء فدورة عمل المكيف لا تقتصر على التبريد فحسب بل تلعب أيضاً دوراً حيوياً في إزالة الرطوبة من الهواء عندما يمر الهواء الدافئ الرطب فوق ملفات المبخر الباردة تتكثف الرطوبة الموجودة في الهواء على سطح الملفات تماماً كما تتجمع قدرات الماء على كوب بارد في يوم حار ورطب يتم تجميح هذه الرطوبة في وعاء تصريف ويتم طردها خارج الوحدة وهذه العملية ضرورية لأن الهواء الجاف يعطي شعور بالبرودة أكبر وأيضاً لمنع نمو العفن والفطريات في البيئة الداخلية ولهذا يحرص فنيو التكييف على توفير مصرف للمياه المتجمعة حتى لا تسبب في أعطال أو مشاكل بسبب التماسي الكعربائي كذلك تزود أجهزة التكييف برزام التحكم في درجة الحرارة وهي الثيرمستات ووظيفته هي مراقبة درجة حرارة الغرفة وعندما تصل إلى الدرجة المحددة يقوم الثيرمستات بإرسال إشارة لإيقاف الضغط للحفاظ على الطاقة وتوفير الكهرباء وعندما ترتفع درجة حرارة الغرفة يرسل الثيرمستات إشارة تشغيل لبدء دورة التبريد من جديد منذ اكتشاف مايكل فاردي في عام 1820 ميلادية أن ضعط وتسييل الأمونيا يمكن أن يبرد الهواء وابتكار ويليس كارير لأول نظام تكييف حديث في عام 1902 قطعت تكنولوجيا التكييف شوطا طويلا في الخمسينات من القرن الماضي بدأ انتشار مكيفات الهواء المركزية في المنازل لتغير طريقة عيشنا وعملنا بشكل جذري وتساهم في التوسع العمراني للمناطق الحارة اليوم تواجه صناعة التكييف تحديات فريدة فمع ازدياد وثيرة الارتفاع في درجات الحرارة العالية يزداد الطلب على التكييف بشكل غير مسبوق لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان مثل الهند والصيم وأندونيسيا حيث يتوقع أن يرتفع استخدام مكيفات الهواء بشكل هائل وهذا تسبب في مفارقة التكييف فكلما زاد استخدامنا لمكيفات الهواء لتبريد منازلنا زادت انبعاثات الكربون التي تنتجها محطات توليد الطاقة لتشغيل المكيفات والمبردات نفسها أو غاز لفريون تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري أيضا مما يساهم في تفاقم الاحتباس الحراري وبالتالي زيادة الحاجة إلى التبريد ولحل هذه المفارقة المعقدة يتجه البحث والتطوير نحو أنظمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مثل أنظمة العكس والتي تعرف بالإنجليزية Inverter System وتستخدم وسائق بديلة عن لفريون وتكون صديقة للبيئة وذات إمكانات منخفضة للاحتباس الحراري كما تتزايد أهمية تصميم المباني التي تقلل الحاجة إلى التبريد الاصطناعي وذلك من خلال العزل الجيد والتهوية الطبيعية الذكية واستخدام مواد بناء عكس الحرارة والتضليل المناسب هذه الحلول المتكاملة من التكنولوجيا المتطورة إلى التصميم المعماري المستدام هي مفتاح مستقبل التبريد وفي الختام مكيف الهواء ليس مجرد جهاز موفر الهواء البارد بل هو ثمرة فهم عميق لقوانين الفيزياء وتجسيد لعبقرية الإنسان في تسقير العلم لخدمة راحته فهو نظام متكامل يعمل بصمت متنظم لينقل الحرارة بعيدا عنه ويمنحنا الانتعاش في أشد الأيام حرارة ومع التحديات البيئية التي وجهها عالمنا اليوم سيبقى مستقبل التبريد مرهونا بالابتكار والكفاءة والاستدامة لذا في المرة القادمة التي تستمتع فيها بنسمة هواء باردة من المكيف تذكر أن خلفها رحلة علمية مدهشة بدأت من جزيئات وحرارة وانتهت ببرودة تنعيش حياتنا برأيكم هل يمكن أن يأتي يوم نستبني فيه عن المكيفات التقليدية؟ شاركون أراءكم في التعليقات وإن أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا وضع علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وحتى موعدنا مع الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته